مهرجان القدس للثقافة والفنون تحدث عن القدس الجريحة ولكن ببصمة للفنانين الفلسطينيين في المجالات المختلفة نتحدث عن الصورة الفوتوغرافية التي توثق الحكاية الفلسطينية نتحدث عن رسومات المطبوعات الأشغال اليدوية وأيضا المصنوعات اليدوية المتعلقة في بيئة القدس واليوم جميعها كانت موجودة في معرض في العاصمة الأردنية عمان نتحدث في هذا الصباح ومنظم المعرض والمشارك في هذا المعرض ضيفي في الأستوديو سيد عبدالله هواش أهل وسهلا فيك ساعة صباحك ساعة صباحك نحن نحكي عن مهرجان القدس الثاني للثقافة والفنون فهذه النسخة الثانية التي اليوم تتعرض القدس لقرارات همجية من قبل الكيان الإسرائيلي فالرسالة واضحة جدا من دعم وتعزيز الصمود الفلسطيني ولكن نحن نحن نعرف أكثر عن الخطة التنفيذية التي بلشت لهذا المهرجان مهرجان خلينا نحكي هو معرض على هامش لمؤتمر لجنة أطباء القدس تابع لنقابة الأطباء الأردنيين بلش العام هاي السنة الثانية وإن شاء الله رح يستمر المهرجان تحكي عن مهرجان كامل بشمل ضيوف فنانين بشمل صور فوتوغرافية بشمل رسومات كلها طبعا بتعبر عن قضية الفلسطينية منتجات فلسطينية ومجغولات يدوية أشغال يدوية وهون إذن كيف عرفت عن المؤتمر لحتى طلعت معاك الفكرة من تنظيم معرض على هامش المؤتمر اتواصل معي رئيس النقابة عفوا رئيس اللجنة اللي هو الدكتور راسم الكيلاني دكتور مشهور بالأردن طلب مني أنه أنظم المعرض أزوده بصور فوتوغرافية ورسومات وكيف توصلت مع الفنانين؟ نحن عم نشوف على الشاشة مجموعة لأعمال المشاركة سواء كانت رسم تشكيلي أو كانت صور فوتوغرافية هذا جزء من المعرض فهذا التنوع الكبير اللي أنت وجدته في قلب المعرض كيف اشتغلت عليه؟ الموضوع ما كانش سهل بالبداية بس كون أنه كيف قدرت أوصل للفنانين طبيعتي كمصور فوتوغرافي ما كانتني من التعرف على العديد من الأشخاص في الداخل الفلسطيني والخارج فيه منهم كثير مبدعين وتم اختيار النخب منهم للمعرض هذا وعملوا رسومات وأعمال هي فقط خاصة بالمعرض أم عرضوا أشياء كانت موجودة؟ لا هي عرضوا أشياء كانت موجودة وجميعها كانت بتحكي عن الأدسل وتحكي عن فلسطين؟ كلها بتحكي عن القضية بشكل عام الأعمال الفوتوغرافية لمختلف المدن الفلسطينية كانت هذا المعرض اللي عم يعرض صورة الأم الفلسطينية صورة الصانع الفلسطيني هو رسالة تحدي لهذه القرارات اللي عم تطلع لمنع الأذان وتهويد القدس على القدس من أجل تهويدها فهم بتحس بالمسئولية عبدالله وأنت عم بتنظم مثل هيك معرض؟ أكيد يعني أنت عشان توصل الرسالة بدك تشتغل صح عشان تشتغل صح بدك صور متعوب عليها بدك رسومات متعوب عليها بدك أعمال متعوب عليها بدك أشخاص بيحبوا القضية من قلبه رب اللي فعلا هدفهم مش مادة وهي هي اللجنة اللي بحكي عنها سبق أني تعملت معهم شكل شخصي وفعلا هم هدفهم مش مادة هدفهم يوصلوا رسالة لكل العالم وهون لما أنت بتدور على هدول الفنانين على المصورين لحتى تأخذ منهم أعمالها وترسلهم على العاصمة الأردنية عملية التواصل اللي عم بتصير ما بينك وبينهم ما بينك وبين الأردن أداية كانت صعبة؟ هي لا شك أنها صعبة بالموضوع الفوتوغرافي أتوقع الأمور أسهل شوي حسب بعلاقتي مع الفنانين الموضوع الرسومات أنا جديد داخل عليه بصراحة وكان فيه تخوف من الفنانين تارف الوحيد تعب شغال على أشياء ناسيما أنت عم بتنظم الأشياء عن بعد فهون بيكون فيه شوية تخوف من فقدان اللوحات وغيره صحيح لكن حتى أغلبهم سمعين عني فكان الموضوع شوي فيه أرياحية شوي كان بالتعامل طيب معرض نعمل في العاصمة الأردنية عمان الخطة لمشاركاتك المختلفة طالما عندك هذا الشغف والقدرة على أنك أنت تنظم وتجمع وترسل لوحات لوين حابب توصل؟ والله يعني أي مشروع بيخدم البلد عندنا وأي مشروع بفعلا بشر أنه غير ربحي بمعنى الكلمة أنا على السعداد أن أحط إيدي بيدهم بأي مجال سبق أني اشتغلت على موضوع تنسيق لأكثر من معرض سبق أني اشتغلت على موضوع تنسيق لمجلة الفوتوغرافية العربية هذه أول مجلة بتحكي عن الفوتوغرافية في فلسطين كنت المنسق لكل شي فيها هذه الأكاديمية المواهب بالأردن الفوتوغرافية اشتغلت على كثير مواضيع وحاليا عم أنسق لمهرجان نابلس إن شاء الله سيكون بشهر أربع من خلال بروجيك توب نتمنى لك كل التوفيق عبد الله بباقة هالمعارض التي تنظمها لتعرض وتروج السورة الفلسطينية الصحيحة والحقيقية ومنتشكر وجودك معنا في الاستوديو شكرا لك شكرا لك شكرا لكم مشاهدينا سنظل نتحدث عن القدس وحكينا عن الجانب الإيجابي الذي يحاول يوصل رسالة للعالم العربي والعالم أجمع ما هي القدس ما هي الأمل الموجود في القدس وأيضا الألم الموجود فيها وعندما نتحدث عن الألم نتحدث عن القرارات التي تستطيعها الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالقدس زميلتنا ديانا زكريا شملت هذه القرارات وآخر العدوانات المتعلقة في العقيدة الحجر والشجر في القدس في هذا التقرير نتابع سويا اشتركوا في القناة